اشتركوا في القناة عليك الدليل روي على النبي اللهم وصلي على محمد ان يديه على سدره وهو واقف فاذا عردت مثلا تفرق بين بعد الركوع وقبل الركوع فعليك الدليل عليك الدليل يا هذا الرجل يقولها الشيخ ابن باز رحمه الله هذا الرجل ما جاء بدليل فالي ثابت والله اعلم انه بعد الركوع انه حطه الى يدي كذا هذا بالنسبة للحنابلة بس هذا اللي انا فهمت ما يفسد للصلاة ما يفسد نعم